في موضوع اخر اعلنت شركة الطيران ايغلازيغ عن غلق مبيعات التذاكر لجميع رحلات الجوية اعتبارا من العاشر سبتمبر بعد اعلان افلاسها ووضعها تحت وصاية العدالة الفرنسية امر يؤرق عمال الشركة ويرهن مصير اكثر من 300 منصب شغل في الجزائر وضع مالي حارج تمر به شركة ايغلازيغ ثاني ناقلة جوية على خط باريز الجزائر الافلاس يطرق بابها بعد وضعها تحت وصاية العدالة الفرنسية في امل بيع اصولها لمستثمر جديد خطوة ان كانت في مجمالها تهدف للحفاظ على اليد العاملة وحماية حقوق اكثر من 1200 عامل تثير ايضا كثير تساؤلات على تقارير مالية يصفها الكثير من المتتبعين ايجابية برقم عمال سنوية فوق 300 مليون اورو امر يجعل افلاسها غير منطقي اجتماعات كثيرة شهدتها ادارة المؤسسة منذ بداية الازمة وانهزاعات في قلب مجلس ادارتها ومساهميها عرقلت مصار انقاذ الشركة وبات المخرج الوحيد مستثمر جديد ينعش حالها ويضمن استمرارها وان كانت غرازيور مؤسسة خاضعة للقانون التجاري الفرنسي فعلاقتها بالسوق الجزائرية كبيرة واضطراب عملها منتظر وهي التي تحوز على 40% من حصص الرحلات واول الارتدادات تجميد مبيعات التذاكر اعتبارا من العاشر سبتمبر وهذا بعد استقالة الرئيس المدير العام التنفيدي فرانس ايفلين من منصبه ايغلازيوذ شركة الطيران التي كان يحوز عليها رجل الاعمال الجزائري ارزقي جرويدا منذ 2001 والذي بيعت حصته الى شركة صينية بعد وفاته تتخبط اليوم في ازمة مالية قد ترهن مستقبلها وتزيد الضغط على سوق الطيران المدني بالجزائر التي بلغت اسعار التذاكر فيها مستويات تاريخية فاقت الثمانمائة اورو